اشتركوا في القناة الرابط اللي انا بحط لكم هو اسفل مقطع الشرح باليوتيوب بدون حاجة الى كمبيوتر بشرح لكم الطريقة الاولى لانها هي الاسهل اللي هي عن طريقة الكمبيوتر بتشبك جوالك عادي على الكمبيوتر وتفتح برنامج الايتونز بعد ما بتشبك جوالك بيجيك شعار الجوال بهذا الشكل بتضغط عليه بعدها بتنزل على خيار الابس او التطبيقات بعدها بتنزل بتحصل التطبيقات اللي انت مثبتها على جهازك الجوال انا مثبت هذه التطبيقين هذا هو الاول وهذا هو الثاني هذا الكتابة على الفيديو وهذا الكتابة على الصور طيب لو فتحنا التطبيق واخترنا اي صورة وجينا نضيف مثلا خط هذه الخانة my font هي خانة الخطوط اللي انت بتضيفها هذه الخطوط اللي نازلها في التطبيق طبعا هنا ما في ولا خط شوف صفر font يعني ما في اي خطوط انا لسه ضايفها الآن بنضيف مع بعض عن طريق الايتونز وبعدها بنجرب عن طريق بشكل يدوي بدون كمبيوتر طيب احنا الآن كل اللي علينا بنسويه بعد ما بتحمل المجلد اللي انت بتحمله من اسفل مقطع الشرح باليوتيوب بتفتح المجلد وبتأشر على جميع الخطوط 40 خطة نحاطط مختلفة متنوعة بتسحبها سحب على التطبيق طبعا بتأشر على التطبيق بالبداية وبعدين بتسحبها بهذا الشكل في هذا المربع الفاضي بتتحمل معاك الخطوط واحدة واحدة بعدها كده يكون خلصنا لو دخلنا التطبيق هنا على الجوال ما بنحصل لسه خطوط فكل اللي عليك بتسويه انك بتقفل البرنامج وبترجع تفتحه وبتضيف صورة وبعدها نيجي نضيف الخط بعدين بنروح لخانة الماي فونت وحنحصل الخطوط كلها جاهزة طيب حنرجع نمسح الخطوط من على الايتونز حتأشر عليها برضو بهذا الشكل وحتى تدي حذف من الكيبورد وبكده حذفناها نطلع من البرنامج الان بوريكم انا بمشي معكم خطوة خطوة بس عشان تتأكدوا انه ما في شي راح عليكم اثناء الشرح الان شوف لو رحنا ماي فونت صارت صفر لاننا حذفناها من الايتونز خلاص كده خلصنا من طريقة الكمبيوتر طيب الطريقة الثانية عن طريق نفس الجوال بتروح للرابط اللي انا حاطط لك هو اسفل مقطع الشرح باليوتيوب بتضغط عليه بهذا الشكل بيفتح معاك طبعا عيب الجوال انك حضيف خط خط لكن الايتونز بترميها كلها دفعة واحدة وهذه هي الخطوط قدامك مثلا بتختار اي خط منهم وبتضغط عليه بتنتظر جاك تنزيل بتضغط على كلمة تنزيل بعدها جاتك هذه الصفحة بتضغط على مور او المزيد ما يحتاج بنضغط على اوبن ايم فونتو يعني فتح من خلال تطبيق الفونتو نفسه بيجي كلمة انستول بنضغط عليها بيقولك انه تم التحميل طيب الان بنختار اي صورة نجرب نكتب عليها نضيف نص بنروح لخانة ماي فونتو حنحصل بس الخط الواحد اللي احنا حملناه اللي هذا هو مثلا نكتب اي شي وجاك الخط بهذا الشكل وبهذه السهولة لو تبقى خط ثاني بترجع لنفس الرابط ترجع للخلف وتنجيلك برضو اي خط ثاني وبنفس الطريقة تسوي تنزيل اوبن ام فونتو نستول بعدها بتأشر على نفس الكلمة عشان نشوف اختلاف الخط بنختار مثلا هذا الخط شوف اتغير معانا الخط بكل سهولة اتمنى اكون افتتكم رابط تحميل المجلد اسفل مقطع الشرح باليوتيوب رابط التطبيق اسفل مقطع الشرح باليوتيوب تقدر تسوي تصاميم لنفسك هذا البرنامج جدا عملاق تقدر تكتب على الصور والان عرفت كيف تضيف خطوط عربية مختلفة الى 40 خطوة اكثر وايضا خطوط انجليزية مختلفة عندك طريقتين اختار الطريقة اللي تريحك لو عندك كمبيوتر انصحك بالطريقة الاولى عن طريقة الايتونز استرميها كلها دفعة واحدة ولو ما عندك كمبيوتر استخدم الطريقة الثانية اللي هي عن طريق نفس الجوال وتكمل عادي جدا لا تنسونا من لايك والسبسكرايب بالقناة